بكم يا أصدقائي قصتنا لهذا اليوم أمي ستعود قريبا أم ليلة تستعد للسفر سألتها ليلة متى ستوودين ثانية يا أمي أجابت الأم قريبا جدا سأذهب لأيام قليلة فقط فردت ليلة وكيف سأجدك؟ شدت الأم على يد ليلة وقالت سوف ترين قبعتي الصفراء قالت الجدة لقد حان وقتذها بأمك يا ليلة وعندما حانقتها أمها تمسكت ليلة بها بقوة قبلت الأم ليلة قبلة الوداع وقالت جدتك سوف تعتني بك جيدا إلى أن أعود إلى البيت سأعود قريبا جدا أحبك يا ليلة سعدت الأم إلى سطح السفينة ولوحت بيدها لليلة مودعة وعلى صوت سفير وسارت السفينة مبتعدة ظلت ليلة لوح لأمها إلى أن أصبحت قبعة الأم بقعة صفراء صغيرة مثل ورقة مثل ورقة الزهرة هذه هي أمها أمسكت ليلة بيد جدتها وهي في طريقها إلى البيت سألت ليلة ماذا تعود أمي إلى البيت أجابت الجدة قريبا قريبا جدا يا ليلة في الصباح أطلت ليلة من نافذتها لتبحث عن أمها ورأت شيئا أصفر في الساحة فصاحت وهي ترقض إلى الخارج عادت أمي عادت أمي لكن ذلك لم يكن سوى فستانها الأصفر منشورا على حبل الغسيل قالت لجدتي هل قد قالت أمي أنها ستعود إلى البيت قريبا يا جدتي فلماذا لم تعد رفعت الجدة ليلة إلى حضنها وقالت الانتظار صعب أليس كذلك؟ هيا نقم بما ينسينا مرور الوقت بعد الظهر أخذت الجدة ليلة إلى السرك وتقاسمتها حلوى الدفاح وضحكتا وهما تشاهدان المهرج ثم رأت ليلة شيئا أصفر فقالت أمي أمي إنها هناك أمي لكن لم يكن سوى بالون أصفر قالت ليلة أتمنى أن تكون أمي هنا قبلت الجدة ليلة وقالت وأمك تتمنى أيضا أن تكون هنا معنا وفي اليوم التالي ركضت ليلة على رمال الشاطئ ولعبت برشاش الأمواج بينما كانت الجدة تبحث عن الأصداف وبعدها رأت ليلة شيئا أصفر فصاحت لقد رأيتها يا جدتي رأيتها رأيتها إنها أمي لكن ذلك لم يكن سوى مظلة صفراء براقة وبينما كانت الجدة تلفها بمنشفة قالت ليلة إنني أفتقد أمي أجابت الجدة وهي ترفع صدفة منقطة إلى أذن ليلة أعرف استمعي يا ليلة استمعي إلى همس البحر قالت ليلة إنه يبدو حزينا يا جدتي قالت الجدة ربما كانت الهمسات تتعبر عن اشتياق أمك إليك وفي طريق عودته ما إلى البيت رأت ليلة شيئا أصفر وسط المتنزه فصاحت أمي هناك أمي هناك ها هي أمي ها هي لكن لم تكن سوى زهرة دوار الشمس بدأت ليلة تبكي وقالت أعتقد أن أمي لن تعود إلى البيت أبدا قالت الجدة بحنان بل ستعود ستكون هنا قريبا أجابت ليلة لكن الوقت يمر وهي لم تعد بعد احتضنت الجدة ليلة وقالت أنا أعرف أنك تريدينها أن تعود إلى البيت اليوم لكن الوقت لم يحن بعد سوف نبحث عنها غدا سألت ليلة هل الغد قريب يا جدتي قالت الجدة أجل يا ليلة قريب جدا أيقظت الجدة ليلة عند الفجر وقالت هيا يا ليلة ستكون ماما هنا قريبا هيا نبحث عنها وسارت الجدة وليلة وسط القرية متجهتين نحو الميناء قالت الجدة لن يطول انتظارنا الآن كبر حشد المنتظرين ورأت ليلة بقعا صفراء في كل مكان تنانين صفراء سراويل صفراء أحذية صفراء لكن لا قبعات ولا أم قالت ليلة لا أريد أن أنظر أكثر أمي لن تعود أبدا قالت الجدة انظري انظري يا ليلة إنني أرى شيئا أصفر قالت ليلة إنها ليست أمي ربما يكون فستانا أصفر ابتسمت الجدة وقالت لا ليست فستانا أصفر قالت ليلة إذن ربما يكون بالونا أو مظلة أو زهرة دوار الشمس ولكن انظروا إنها قبعات صفراء قالت الجدة انظري انظري ورأت ليلة قبعات صفراء وسط الحشود ها هي القبعة الصفراء ماما لقد عدت يا أمي ركضت ليلى نحو أمها وقفزت لتعانقها بشوق وصاحت ليلى لقد وجدتك يا أمي لقد عدت إلى البيت قالت الأم أنا دائما أعود إلى البيت من أجلك يا ليلى فتشت الأم في حقيبتها وقالت لقد أحضرت لك شيئا يا ليلى صاحت ليلى أوه ماما إنها قبعة صفراء لي تعلقت ليلى بأمها واستمرت في عناقها طوال ضريق رجوعها إلى البيت هذه القصة التي تدخل القلب بمشاعرها ورسوماتها الجميلة تؤكد للأطفال الصغار أن العالم مليء بالمتعة والرعاية وإن بعدت الأم عنهم والأهم من كل ذلك هي تؤكد لهم أن الأم تعود دائما من أجل أبنائها إلى اللقاء يا أصدقائي ترجمة نانسي قنقر